بأجواء من الفرح والبهجة احتفلت كاتدرائية رئاسة أسقفية قطر في العاصمة الدوحة بأسبوع الألام المقدس وعيد القيام المجيدة ترأس الخدمة سيادة رئيس أسقفة قطر كيريوس ماكاريوس مع الكاهن المناوب الأب إلياس بركات بحضور عدد كبير من المؤمنين في دولة قطر والقادمين من السعودية والإمارات ممن شاركوا في سر تقديس الزيت وسر المناول المقدس وخلال الاحتفال قامت الجوقة البيزنطية بأداء الترانيم وتقاريض الجمعة العظيمة بطريقة رائعة باللغات العربية واليونانية والصربية